عزيزي المواطن العالمي عزيزي الإنسان المشاهد اللي حضرتك كنت بتشوفها من شوية تأكد أنها مشاهد منطقة بعناية دي أبسط حاجة أبسط حاجة قدرنا أن احنا نقدمها لحضرتك لأنه الواقع أكثر بشاعة من كده بكتير الوحشية بتاعة الكيان الصهيوني أصعب من كده بكتير اللي أنا عايزك تبقى متأكد منه أنه كل ما تشاهده على الشاشات بتاعتنا كلنا ده بعد تنقيح مزهل لأنه المشاهد اللي بتجي لنا تخض محدش يتحملها لا كبير ولا صغير صهينا حضرتك عارف أنهما بيدربوا المستشفيات صح؟ هو بيجيب المستشفى عن بكرة أبيها بتنتهي بتقع فوق المرضى وفوق المصابين يعني انت عارف يعني إيه حد يقتل بني آدم مصاب وجريح وطريح اللي انت شايفه ده ده دي أفضل حاجة ممكن نوريها لك لو ورناك كل اللي بيجي لنا والله ما هتقدر تكمل خمس دقايق مشاهدة مش هتقدر المشاهد اللي انت شايفها دي كان أغلب المباني اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي دي وقعت كمان الولاد والناس والسيدات دول احنا ما نعرفش مين فيهم الذي لازال على قيد الحياة دلوقتي وإحنا بنتكلم ومين لقى وجه رب كريم احتلال في منتهى البشاعة في منتهى الوحشية بيمارس شتى أنواع الجرائم اللي ممكن البشر يتصوروها واللي ممكن حتى ما تجيش على بال الضواري أسوأ من الضباع في البرية التدمير اللي بيحصل للمستشفيات ليس وليد صدفة ولا أظنوا انه زي مهم بيعودوا طلوقتي يرواجوا المقاومة مستخبية جوا كل المستشفيات مقاومة مستخبية جوا طيب السؤال اللي ممكن يطرح هل دي طريقة تكنيك تاكتك هم بيستخدموه تاكتيكات بيستخدموها للدفع باق المواطنين الفلسطينيين للأراضي المصرية يعني بيعمل تهجير قصري بأبشع الوسائل وأكثرها وحشية علشان يجبهولك عندك طيب والسؤال اللي بعده والأوروبيين شايفين ده ازاي ومتقبلينه إلى أي مدى هذه الوحشية تب